بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي أبنائتي اللي رمحيني فوتو باك 2023 بشرة خير إن شاء الله باك 2023 يكون أسهل باكالوريا أهلها أستاذ لأن أنتم كنتوا السنة الرابعة متوسط طلعتوا للسنة الأولى ثانوي بكورونا وما السنة الأولى انتقلتوا للثانية ثانوي بكورونا وما الثانية للثالثة ثانوي بكورونا ما معناه؟ معناه ما كنتواش تكملوا البرامج هذا وش يعني يعني مستحيل رح يأكد لك على الدروس اللي عندها علاقة مع السنة الأولى والثانية لجميع الموت الأمر الثاني مستحيل رح يدلك باكالوريا تعجيزي أنك تابع الكورونا مستحيلة يدلك أسئلة معقدة إلا أنه سمع معايا مليح اللي هي قال لك الأستاذ نوردين هنا لكن لكن لا يعني أنه يدلك باكالوريا أسهل باكالوريا أنه ما تلاجعش ولا تروح غير هاكذا قال الروح هاكذا مفوت ونجيب باك ولا تحوص تجيب مثلا المعدل المرتفع وما تلاجعش مليح وقال نجيب 17 و18 لا قرايا تقعد قرايا وباكي قعد باك لكن معناه المواضيع تكون عادية إلا أنه حاجة فقط لو نشوفوا البيام مثلا مادة الرياضية داروا للفصل الأول وثاني حتى أنتم أكيد هكذا إلا أنه يحاول مرات يعطيك الأسئلة مش يجتع ذاكا أسئلة نتاع ما تجاوبش بالحفاظة تجاوب بالفهامة فهمتوني ولا ما فهمتونيش مثلا أعطاولوا مساحة المربع مساحة المربع أي تلميذ يعرفها لكن هما لما بدلوا له منهجية منهجية التمارين التلميذة انخلع فقط أنتم كذلك مستحيل يعني رح يدير حاجة خيالية لكن لازم لك قبل ما تجاوب تكونش حافظ تكون فاهم صحيح تحفظ القوانين بصح الأفكار والمنهجية لازم تكون فاهمها ما تسرعش في طريقة الإجابة دائما نقل الموضوع التعكمليخ بيتأني ثم بدأت جاوب هذا وش طرح نقاس دي يعني بإذن الله يكون من أسهل البكالوريات هذه بشرة لكم شكو اللي يخدم هذا الشي هو كورونا والعيوب التوحى والأضرار التوحى فمتوني أجمعاه لكن أقراه ودائما تفاقله خير هذا التفاؤل هو اللي يخليك دائما تشجع صار له ذو كمثال كما اللعب في الملعب لكن المدرب والجمهور راي صفق له هذا التصفاقه ولا دي زي لك شجاعة بش تبدع لداخل المقابلة هذه بش نعطيها لكم إلا أنه كان واحد الأشياء أنا دائما ننصح فيها مثلا البارح في الليل يوم الصباح كي نجي سيب كي نجي معه بعثي لنا التمارين في الصفحة التاعي في فيسبوك على الوحدة على الزوج على الثلاثة على الربعة تاع صباح تماني متع رياضيات معقدة يا أستاذ راني مقلق وراني مقلقة ما لقيت لهمش الحل قالوا لداء البنت واحد كي يكتبت لي أنا ما صلوش الحل وما جانيش الرقاد وأنا قلت لكم الأيام الأخيرة ما تحلوش التمارين المعقدة التي ليس لها حلول لأنه راه يدلك الخوف ويدلك على أنه أنت أولا أنت ماكش مريفزيا كامل هذا راح يأثر عليك سلبيا راني قلتها سلبيا والله البارح بنت بعثت قلت لي يا أستاذ راه مجانيش الرقاد على جهل هذا التمارين الغريب التمارين هاللي شفت النصر مجموع متتالية هندسية بسيط قلت لها يا بنت راه المشكلة التي عكر هل الآن نقص التركيز ما الصهر أما ذرا مجرد قانونه طبق لهذا الناصيحة لا تسمعوا الناصيحة ولكن هذه الليومين اللي يبقاوا حتى لترياضيات وللأيام اللي تعلباك يريد زي مجرد روتوشات بأهم القوانين والأفكار أما حل التمارين المستعصية والأجوبة اللي ما عنداش خلول راح أتأثر عليك نفسيا وممكن جامل ما يتحشدك التمارين أنا شخصيا مرات فصلات ما نعرف لا صليت لا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة صح ما تحدث ليش يوميا وقتا اش تحدث قل هل انت في تعليق وقتا اش تحدث تحدث مهل اللي ينصلي وانا مقلق معنى هتولي عدد الركعات وتنساه زوج اللي لا تنساه ما بلو كانت يا أفكار وقوانين مع الضغط هذك فش ما تنساش أكيد راح تنسى أوليدي وتنسي بنتي لهذا أملي كبير في الله ثم فيكم باللي تنجعوا وتجيبونا أحسن المعدلات ايفيتو الصهر هذه الأيام ايفيتو هذه المراجعة اللي نقول لكم عليها انتع التماني المعقدة ولازم منحل غيم ملخصة خفاف ورانا حطينا لكم الحمد لله في اليوتيوب الولاد تعالى شعبات الشعوب العلمية والتقنية والرياضية الأدب وفلسفة واتسير رانا حطيناها مقمرا في اليوتيوب واشترك لكم أهم القوانين والأفكار اللي تحتاجوه هذه هي أهم مراجعة تحتاجوها هذه الأيام وإن شاء الله يكون أسهل باكاروية بإذن الله لكن عادة الاستدراك هذه معناها فيق شوية روحك باللي لا يعني أن ما تقراش كامل نجيب باك لكن راجعوا ببساطة أن احنا لنتم ولديركم ضحايا ثلاث سنين كورونا إن شاء الله كامل تفرحوا ونفرحوا إن شاء الله أيتفقلوا خير جماعة أيتفقلوا خير واللي جاتوا فرصة اليوم باش يخرجوا اللغة غير ريح غير ريح إيذيتو الصهر إيذيتو الصهر إيذيتو الصهر أنا قلتها لكم إن شاء الله على بني نتمون ذوك الناس اللي يسمعوا النصيحة ويطبقوها بلا ما يحوسوا يفهموا ثقتكم فينا كبيرة رب ينورنا وينوركم إن شاء الله أكفرحان وفرحان إياك إن شاء الله الفرحة تكمل بإمن الله لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح ومع رحمة طهرة مع تحيات الأسطنة من حبكم أولادي وابنتي إن شاء الله كما تفرحونا إن شاء الله وتخرجونا دموع الفرح رب ينوركم سلام